موسيقى قال يسوع لا تدينوا لكي لا تدانوا لأنكم بالدينون التي بها تدينون تدانون وبالكيل الذي به تكيلون يكال لكم ثم بواصل حديث قائلا عن الخشبة وعن القضى يقول لا تنظر القضى في عين أخيك وأما الخشبة التي في عينك فلا تفطن لها يا مرائي أخرج الخشبة أولا من عينك حينئذ ترى القضى في عين أخيك تعليم عظيم جدا تعرف حبائي لأنه كان في فئات كتير من المتدينين ومن السهل أن الواحد يحكم على الآخرين نحن نتذكر لما أحضر المرأة التي أمسكت في ذات الفعل وهي تزني وبعدين لما المسيح فعلا كشف الموضوع خرج من الكبير إلى الصغير وسألها يسوع أما دانك أحد قالت له لا يا سيد قال لها ولا أنا أدينكي اذهبي ولا تخطئي لا تدينوا لكي لا تدانوا هم يتكلم عن الدينونة المعيبة الدينونة اللي هي فعلا تهدم وبتقبح في الشخص هذه الدينونة هي دينونة عبارة عن المراءة عن التمثيل يعني متصفة بالبر الذاتي لا تدينوا يعني لا تنتقدوا لا تنتقد النقد الهادم والمتطرف والنقد المدمر طبعا إحنا بننتقد حتى أو شخص بينتقد حتى يبني نفسه على أنقاض الآخرين وهذا أسوأ نوع من الناس أنك دايما بتقبح في الشخص الآخر وبتزم في الشخص الآخر حتى ترفع من نفسك وترفع من نفسيتك من ناحية تانية الكتاب أو الرب يسوع بعلمنا هي دعوة للتمييز والتمييز طبعا مش السلبية لأنه لا ينفي كل أنواع الدينونة ثمة دينونة مثلا صادقة أو دينونة مميزة ولسيما لازم نميز الأنبياء الكذبة والتعليم الكاذبة فهذا النوع من النقد مش الانتقاد يعني اللي هو فيه مذمي اللي فيه تحقير فيه إهاني اللي فيه ذم وتشهير للشخص الآخر لازم تكون دينونة صادقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر